تقام في موسكو مراسم دفن المعارض الروسي أليكسي نافالني وسط إجراءات أمنية مشددة ومخاوفة من حملة قمع من الشرطة بعد أسبوعين من وفاته المفاجئة عن عمر ناهز 47 عاما في منشأة عقبية في القطب الشمالي اتهم أنصار نافالني الرئيس فلاديمير بوتين بقتله لعدم تقبله فكرة إطلاق سراحه في تبادل محتمل للسجنة بينما نفل كراملين تورط الدولة في وفاة المعارض نافالني موضحا أنه ليس على علم بأي اتفاق لإطلاق سراحه وأن وفاته جاءت لأسباب طبيعية